شاهد حياك الله الله يحييك الله يباري فيك وحيي مشاهدينكم الكرام واشكر اي تيفي الذي دائما يواكب عراسنا الديمقراطية بكل موضوعية واحتراف حياكم الله ما اهم القضايا الذي سوف يتبنى في انتخابات الفيهة 23 شاهد انا اظن شعار مثل استعادة السيادة شعار مثل ابقاء الامل حيا شعار مثل للباطل جوله ولكن للحق باذن الله والاصلاح دوله مثل هذه الشعارات التي نريد فيها ان نقول باننا لم نحبط من ابطال مجلس 22 لم نحبط من ما حدث من اختطاف لحلمنا وامالنا والقوانين والاختراحات والتطلعات وتصحيح المسار الذي التقت عليه الارادة الاميرية والسياسية لن نحبط نعم هي اجواء متعبة ومضنية وشاقة ولكن سنواصل مرة تلو مرة وجولة تلو جولة هذه هي الاجواء بالحقيقة التي اعيشها والتي ايضا اعايشها في دواوين اهل الكويت الشعب الكويت يحبط وتعب سحي سحي بين فترة فترة اتخابات برناماني ونروح ونشارك سحي الى متى هذا الاحباط والتعب والصراء السياسي هي معركة مجدية ومضنية عفوا وهي معركة ايضا طويلة وشاقة هناك دولة عميقة هناك تلاقي من مصالح المالية والاقتصادية مع مصالح سياسية هناك ادوات قانونية ادوات اعلامية ادوات نيابية موجودة تخدم هذه المكونات المستفيد من تتعظم ثروته هذا هو المستفيد الاول والاخير ويريد استمرار مثل هذا الوضع لا يريد التعاملات في السرقات لا يريد فتح باب الصفقات كل هذه الامور يخشاها ويخاف عليها بالتالي هم يرغبون باستمرار هذا المشهد ويريدون اتعابنا واثنائنا ثم اخراجنا من المكتب من المشهد السياسي بحجة ان الوضع السيء نتركه للسيئين لا اثبتت التجربة باننا يجب ان ندخل عليهم ويجب ان نبقى شوكة في حلوقهم ليس لاجل انفسنا انفسنا نخسر نتضرر نتعرض لهجمات نتعرض لتكتيكات من انتخابية نزيهة وغير نزيهة ولكن لاجل الكويت مثل هذا الالم يعني جميل ان شاء الله ومأجور باذن الله من الله سبحانه وتعالى الشعب الكويت يقول حين نوصل مرشحيني الى قبة عبدالله سالم نتمنى ان يتوقف هذا الصراع نتطلع لذلك لكن للأسف الشديد صراع الحق والباطل صراع المصلحين والمفسدين هذه سنة يعني كونية وبشرية للأسف الشديد بقوة بأدوات التجارية والمالية والإعلامية والقانونية فهم قد عادوا الى الساحة ولا نملك ان نتركها لهم لان هذه الساحة هي ساحة الكويت وساحة الكويتيين جميعا وهذا المجلس هو مجلس هذه الامة ولو تخلت الامة عن مجلسها لن يبقى لها مساحة للتأثير ولا للتغيير ولا للتقرير لمصائرنا ومصائر عيالنا وبناتنا اللي ينبعدنا ما رأيك باللي يقول أنا تعبك ما رأيك أشارك في الانتخابات القادمة أنا أقول لك كلمة وحدة بأن المطلوب منك ربع ساعة لأجل ديرتك ربع ساعة تروح للمدرسة المجاورة لبيتك ربع ساعة تختارها في الوقت الذي ما فيه زحام ربع ساعة تذهب فيها معزز مكرم في مماكن مكيفة ومؤمنة ومجهزة ديرتنا تستاهل مننا أكيد بدل ربع ساعة ساعات وساعات وساعات وهذا ما أثبته الشعب الكويتي أنا أقول الآن أن التذمر والأمل والأحباط لا تحاتون هو وقتي ومؤقت والشعب الكويتي سرعان ما يستعيد عن فوانه تونه في أول يوم من العرس الديمقراطي أقول للوعد باليوم الثلاثين ستجد إن شاء الله المد الإصلاحي يكتسح ليس فقط في الدائرة الأولى ولكن في كل دوائر الكويت إن شاء الله أنا إذا رأيت أمامي الرئيس أحمد السعدون لا أملك أن أحيد عن هذه الشخصية وقلتها في رمضان وأقولها الآن نحن لن نتخلى عن أبو عبد العزيز وأنا واثق ومتفائل أن أبو عبد العزيز لن يتخلى عنه وبالفعل الرئيس أحمد السعدون كان على موعد وأعلن ترشح البارحة وإن شاء الله نرانا أمامنا دائما ونرى أعلى المنصة دائما بإذن الله سبحانه وتعالى كي يوحد الصف الإصلاحي هناك مهمة مهام كثيرة ولكن من أهمها هي توحيد الصف الإصلاحي حتى لا يتسلل الفاسدين من بينه شكرا لكم نشكرا لكم وكل الطيبين والإصلاحيين شكرا لكم